مرحبا بناتكالكم معاكم تنا عبدالله فاشن بلوغر من مدونة ملكيوي واليوم رجعت لكم فيديو تقريبا هو مكمل للتعاون اللي كان بيني وبين البلوغر اسمة من الشرقية طبعا التعاون كان بيننا على الانستجرام بس انا حبيت انه الفوتج والاوتفت اللي سويتها على الانستجرام احاول اشرحها بطريقة كده تكون قريبة بفيديو على اليوتيوب الفكرة والموضوع في هذا الفيديو انه كيف نستقل جاكت الجينز باكثر من طريقة ونستفيد منه طبعا الجاكت الجينز هو قطعة اساسية في دولاب اي بنت صديق طبعا احنا يعني ممكن نحتد يعني في الجاكت الجينز انه ما نقدر نستخدمه في كل موسم يعني هو تقريبا نقدر نقول ربيعي خريفي شتوي لكنه في الصيف ما رح ينفع الا اذا كنتي انت في مكان مرة بارد الفكرة الاولى نستقط الجاكت الدنم مع فستان طبعا انتي براحتك فستان قصير فستان طويل فستان شتوي صيفي انا نستقطه مع هذا الفستان الصيفي من زارة حبيت الفكرة فيه والكالر بالت اللي هو السماوي مع ازرق مع بينك فكان مرة كيوت وكمان اضفت عليه السليبرز علشان يعطيه روح صيفية وربيعية اللوك الثاني مرة شبابي كاجول مرة مريح نستقط فيه الجاكت الدنم مع الهودي اللي هي البلوزة الصوف اللي يكون فيها زي القبعة من ورا وعلشان شوية كون اللوك مريح طلعت القبعة من ورا واضفت عليه البنطلان الجينز باللون الابيض فكان اللوك مرة مريح والوانة فاتحة ومبهجة اللوك الثالث اخترت الجاكت الدنم مع التنورة التنورة كان الوانها شوية معدنية فاضفت عليها الشنطة باللون السيلفر دايما احرصوا اذا بتسوون اللوك تنورة مع جاكت الدنم اختاروا التيشرت الابيض لانه هو اللي تقريبا يعني رح يجمع اللوك مع بعض اللوك الرابع اللوك مرة رسمي مرة كلاسك لكنه فخم بنفس الوقت استخدمت فيه القميص مع الجاكت الدنم واضفت عليه اللون الجملي في البنطلان طبعا القميص مخطط اسود وابيض فهذا يعطيني المجال اني اضيف هذين اللونين قد ما اقدر اضفت عليه الشنطة بالجلد الثعبان علشان يعطي اللوك فخامة اللوك الخامس اقدر اقول عنا لوك فخم لوك حفلة ما تحتاجين فيه اي شي مجرد الجاكت الجينز تلفينه وتضيفين عليه حزام فخم والبنطلون انا اضفت عليه بنطلون جلد علشان يعطي فخامة برضو اكثر اللوك السادس اتوقع مرة يروعكم معي من الشيطان هذي استخدمت فيه تي شيرت عادي مع جينز اسود اتوقع هذا اسهل اللوك يعني ممكن تسوونا اللوك الاخير اقدر اقول عنا مرة ترندي الحين اللي هو دنم اون دنم الجاكت الدنم مع البنطلون الجينز بس حاولوا دايما تختارون درجات مرة متقاربة علشان ما يطلع اللوك يعني نشازه شوي وكمان اللون اللي تضيفونا معاه اضيفوا لون واحد خلو اللوك يكون مرة مينمل مرة بسيط وسيمبال سكيد انكم خلصنا اتمنى يكون الفيديو عجبكم واعطاكم افكار والهام لكيفية تنسيق الجاكت الدنم وبس لا تنسوا نلايك وسبسكرايب وشير وانشاء الله اشوفكم في فيديوات تانية باي